اشتركوا في القناة من تطور مستمر ورقي في مجالات التسليح والمنشآت العسكرية في مختلف أسلحتها مثمنا جلالته رعاه الله الإسهامات والجهود الصحية الكبيرة والمتواصلة التي تقوم بها قوة الدفاع من خلال عمل الفريق الوطني لمواجهة فيروس كورونا واحتوائه والذي يقوده ويشرف عليه بكل اقتدار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء معربا جلالته عن خالص تقديره لما تقوم به قوة دفاع البحرين من مساهمات وطنية نبيلة بتوفير المنشآت المجهزة بأحدث المستلزمات الصحية والتدابير الوقائية والعلاجية المميزة من خلال كوادر طبية ذات كفاءة عالية كما أثنى جلالة الملك المفدى على الجهود المثمرة والقيمة التي يقوم بها معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد تسعة عشر وكلفه رعاه الله بنقل تحياته وتقديره إلى جميع العاملين معه في القطاع الصحي والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية وكفة فرق العمل في صفوف الأولى على دورهم الإنساني السامي والتي تواصل نجاحها بجهود مباركة حثيثة في سبيل التصدي لوباء كورونا وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية الرقية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة مؤكدا جلالة الملك المفدر على حرص مملكة البحرين الدائم على توفير أفضل سبل الحياة الكريمة للمواطنين الأعزاء إضافة إلى تقديم الرعاية والاهتمام للمقيمين كشركاء في بناء الوطن كما أشهد أيده الله بالحماس الكبير الذي أبداه المتطوعون في تجارب السريرية للقاح التجريبي للوقاية من فيروس كورونا التي تتم في مملكة البحرين بالتعاون مع القائمين عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشركاء المبادرة من جمهورية الصين مؤكدا جلالته أن مشاركة ستة آلاف مواطن ومقيم في هذه التجارب تبعث على الاعتزاز والفخر شاكرا لهم هذه المبادرة الإنسانية النبيلة مؤكدا جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه اعتزازه برجال قوة دفاع البحرين البواسل لما يقومون به من واجبات وطنية سامية دفاعا عن وطنين العزيز في مختلف مواقع عملهم بكفاءة عالية وحمل الأمانة بكل ولاء وإخلاص وما يتسمون به من شجاعة مميزة وروح معنوية رفيعة ترجمة نانسي قنقر